اشتركوا في القناة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم آمين طيب يا جماعة الخير موضوع أعتقد أنه صار حامي اليومين هذول فأعتقد أنه علي أني أنصح وأبين ما عندي خلال أيام الماضي اللي متابع للساحة الدعوية ولي مش متابع من الجيد أنه يكون معنا في الجو آم عند الاختلاف عند الاختلافات ماذا نفعل وما الموقف الصحيح طيب وإذا الواحد أخطأ كيف يمكن أن يتراجع عن خطأي كيف يحفظ خطر رجع وكيف يدور مع الحق حيث دار مسألة طويلة عريضة وأنا أحكي لكم أن اللي نكش موضوع هذا الفيديو هو أني نشرت فيديو في التعليق على جرثومة الغلو العقدي وجاءني أحد الإخوة الأفاضل ممن هو موافق لي فيما قلت ولكنه نصحني نصيحة وذكرني تذكرة وموعظة متعلقة بتمام هذا الذي قلته أليس فيه يعني باقتصار هذا الذي قلته هل يصل بالمخالف للحق ولا لا هل هذا الذي قلته سيرجع ناس إلى الحق ولا لا طب هذا الذي قلته لماذا قلته يعني ما ما دافعه ما ما الذي تريده منه ما نيتك من ذلك والإنسان الأصل إذا أتته نصيحة من أخ صادق أنه يراجع نفسه يتوقف سبحان الله وهو كان يتكلم بهذه الكلمات أنا كنت أراجع كلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة كتاب الاستقامة كتاب مرتب من الكتب من الكتب المرتب كل كتب مرتب ففيه فصل مهم جدا بدنا نستعرض بعض المفاهيم اللي فيه ونحاول نطبق قدر الإمكان على واقعنا وهو فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع إلى أن إذا اختلفت أنا وأخوي المسلم ما نساوي وهذا المبدأ ينطبق في مفاهيم الاختلاف بشكل عام يعني حتى نستطيع أن نستفيد من هذه المبادئ وهذه المعاني في خلافاتنا الشخصية في الخلافات الأسرية في كثير من المسائل فدعونا نعرض لها أولا بأول فباختصار بداية الكلام دعونا نعطي بعض صور الاختلاف التي حصلت في تاريخ الأمة وهذا بدءا بالأنبياء والرسل السابقي لكن نحن ممكن نبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في فهم كثير من المسائل وطبعا نتفق على أكثر منها أكيد لكن كان هناك اختلاف في فهم المسائل وكان فيه اختلاف بالآراء السياسية الاقتصادية ما الموقف المناسب أن نتخذه الآن أن نفعل كذا ولا نفعل كذا فاختلفوا بل اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعني كان فيه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها رأيا ويرى الصحابة رأيا آخر فالاختلاف هذا حاصل بل حصل بعد ذلك اختلاف لدرجة أن الناس تتوقف عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل يتأخر في طاعته عند مثلا عند صلح الحديبية يعني كان وضع خطير وحصل أن الناس مثل عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر يأتي يسائل النبي صلى الله عليه وسلم تمام أليس الحق كذا وألسنا على الحق يعني فلماذا نفعل كذا فيستشكل المسائل ويحصل الاختلاف بل حصل بعد ذلك في حياة الصحابة رضوان الله عليهم اختلافات في موضوع اختيار الخليفة ثم بعد ذلك حصلت مواقف مختلفة منها تمام كيفية مواجهة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه واختلف بعد ذلك الناس أنا أتكلم عن الناس عن الصحابة رضوان الله عليهم في كيفية معالجة موضوع قتلت عثمان رضوان الله عليه ماذا نفعل معهم هل نستخرجهم الآن كذا ماذا نفعل وحصل من ذلك اختلاف سياسي وازع وصل إلى درجة أن يتقاتل الصحابة رضوان الله عليهم وحصل أن يكون هناك ناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صبروا معه ونصروه وسهيروا معه وقاموا الليلة معه وجاهدوا في سبيل الله كلهم كانوا في صف واحد يوم من الأيام ثم أصبحوا في لحظة من اللحظات هذا في صف ومعه جيش وهذا في صف ومعه جيش ثم يحصل قتال فيما بينهم ولم يكونوا يعني يرضون ذلك وإنما كانت سبحان الله الشيطان ينزغ وتحصل المشكلات حتى حصل أن أحد الصحابة أنا لا أريد أن نذكر أسماء وتفاصيل لأنني لا أريد أن ندخل تفاصيل أخرى لكن أريد أن أأتي بمثال فأحد الصحابة رضوان الله عليه قائد من قواد هذا الجيش يرى قائد آخر من قواد الجيش الآخر مقتول على الأرض قتله جيش هذا الصحابة قتل أحد رؤوس الصحابة والمبشرين بالجنة من هذا الجيش الآخر فيراه على الأرض صريعا مجندلا تحت أديم السماء ومعفرا بالتراب فيقول يعز علي أن أراك هكذا يعني مش راضي عن الموضوع لكن حصل مش راضي لكن حصل لكن مهم يكون مش راضي أقصد أن الاختلافات تحصل ثم تعامل معها له فقهه فهذا حصل الآن حصل أيضا أن اختلف الناس وخرجت اختلافات عقدية ناس يرون آراء أخرى وبدون ما يحصل معهم قتال ولا ما يحزنون هذا كان ناس يقول لك القدر وما القدر وكذا فيأتون يسألون الصحابة ماذا تقولون في مثل هؤلاء الذين يقولون هذا القول يقول لك هذول مش من المسلمين هذول احنا بريئين منهم وهم بريئون منا لكن بدون ما يحصل قتال ولا شيء فالاختلاف درجات ومراتب وحصل في التاريخ وحصل في والقرآن يسرد يسرد مواقف اختلاف تحصل حتى بين صفوف المؤمنين وبين صفوف أهل الحق ويكون منهم ناس مخطئ وناس مصيب وتحصل اختلافات موسى عاتب أخاه وعاتب قومه عندما تركهم ورجع إليهم حصلت مواقف مختلفة فالآن كيف يتم تعاون مع هذا الاختلاف هذا شيء أساسي في الحياة من يتصور أن الدنيا ستسير بدون اختلاف وبدون خلافات وحتى بدون صراعات هذا حالم وهذا كنت سبحان الله أتواصفي مع بعض إخواني البارحة كنت أذكرهم وأذكر نفسي بمسألة مهمة يا جمعة الخير في الجنة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة في الجنة في الجنة نعيم مقيم ومن نعيم أهل الجنة ومن نعيم أهل الجنة أنهم إخوانا على سرر متقابلين بتكون أنت وإخوانك مبسوطين مع بعض ما في غل ما في حسد ما في اختلاف كلنا يعني مبسوطين ومرتاحين هذا في الجنة الآن ممكن نحصل الاختلاف بينك وإخوانك عادي يعني عادي مش معناه نتركه خلال الاختلاف لكن أن نفهم أن هذا موجود وتطلب أن لا يكون هناك اختلاف هذه أحلام وطموحات وردية زمرد كوكب آخر يعني ومن نعيم أهل الجنة ومن نعيم أهل الجنة أنهم لا يرون فيها من يعصي الله سبحانه وتعالى لأن المؤمن ينزعج ينزعج ويتضايق عندما يرى الله يعصى في الأرض عندما يرى المسلم عندما يرى إنسان يعصي يتذايق يتذايق أن الله يعصى ويتذايق أن فلان ليس يعصي الله والمسلم أيضا ينزعج عندما يرى مؤمن آخر أو مسلم آخر عنده أخطاء لأنه يريد أن يكون أخو المسلم كويس يريد أن يكون أحسن حدا والمؤمن خاصة إذا كان يغار على حرمات الله ويغار على الدين لا يحب أن يرى أخطاء عند أهل العلم والمشايخ يحب أن يراهم أحسن ناس وأكمل ناس كما يحب أن يرى من نفسه لا يحب أن يرى من نفسه أخطاء وكذا تمام ماشي ممتاز حلو هذا في الجنة هذا في الجنة إلى أننا في الدنيا أهلا وسهلا بكم في الدنيا على كوكو بالأرض فسيحصل الاختلاف وسيحصل الصراع وسيحصل سوء التفاهم إنما الأمر في إدارته في إدارته وهنا علينا أن نستحضر معنى مهم جدا وهو أن الإنسان من أطباعه أنه ظلوم جهول ظلوم جهول وليس فقط هيك الإنسان الذي يحصل معه في كثير من الأحيان أن الناس أصلا تكون أمورهم كويسة حتى بعد العلم يصير أموره خربانة فالله عز وجل يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين معذرا معذرا هذا في صوت إزعاج إن شاء الله ما يكون مزعج كثير على كل حال فهذا قوله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لماذا هذا الكتاب؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه طيب هم أصلا ليش اختلفوا ليش سيختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ففي كثير من الأحيان يكون الاختلاف ليس لأنه ما في حق ولا الحق مش واضح ولا ما في حدا يحكم بالحق لا 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 يعني إنما بغيا بينهم البغي وهذا السياق القرآني الذي يشرح هذه المسألة سواء تحذيرا للمؤمنين وقصا لوضع بني إسرائيل وتحذيرا من أن نخطو خطاهم لكن سبحان الله لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فكان هذا يعني إنه هذا موجود هذا موجود لذلك نفهم أنه فيه اختلاف تمام وفيه بغي وظلم وعدوان والمسألة اللいه يجب أن ننتبه لهم لأنه عندما نتكلم عن الاختلاف الاختلاف ماهي فيه الاختلاف في التالي الآن Poly Ipadam كل ما يهم في Vampire Ipadam هو العلم والعمل العلم والعمل اللي هو الإيمان مركب الإيمان المتكامل العلم والعمل الظاهر والباطن كما كان يقول السلام فالإيمان قول إنه عمل ونية تمام فالفساد يحصل على الإنسان في هذين الناس يعني الإنسان بيغلط كيف بيغلط من هذين البابين العلم والعمل إما بيكون عنده مشاكل في العلم وهذه مشاكل بسموها الشهوات وهي مشاكل الإرادة والرغبة والعمل وهناك مشاكل الشبهات اللي هي فساد العلم خلينا نسمي اللي متعلقة بالشبهات الجهل الجهل المركب وهكذا فإما مشاكل عندك في تصوراتك وأفكارك وما تعتقده وهكذا إما لا تعلم أو بتفكر أشياء بشكل خاطئ كذا أفكار مشكلة أو الرغبة والعمل والقصد وهكذا يكون في مشكلة شبهات وشهوات تمام الآن فالله عز وجل أمرنا أن نصلح هذين العلم والعمل وعطانا التفاصيل وسبحان الله يعني وأرسل الرسل والبينات وهكذا ولكن 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 الله عز وجل أيضا من رحمته منه أنه تجاوز عن هذه قد تجاوز لهذه الأمة عن أخطائها وعن زلاتها وهذا تعرفونه في الآية بقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا فاستجاب الله عز وجل هذه الأمة هذه الدعوة فكان ما يحصل من خطأ من هذه الأمة بسبب النسيان والخطأ مغفورا لها مغفورا لها مدام الإنسان مغفورا لها وهذا طبعا تحت حيز مشيئة الله سبحانه وتعالى لكن الفكرة أن أن الخطأ والنسيان ما يعني خطأ والنسيان؟ يعني مثلا أنا معلومة معينة فكرة معينة لم أعرفها بعد يعني تخيل معي واحد أسلم أسلم حديثا ولا يعرف أحكام الدين ولا يعرف أن الخمر محرمة فشرب الخمر تمام هذا لا يعرف لأنه لا يعرف أصلا أو إنسان يعرف إنسان مسلم عادي ويعرف أن الخمر محرم وشرب خمرا بالخطأ كان يفكرها كاسة عصير فشربها طلعت خمر شربها بالخطأ لم يكن قاصدا ذلك لو درى أنها غير على غير هذا لم يفعلها لو درى أنها خمرا لم يقربها لأنه يطيع الله لأنه يريد أن يطيع الله أن يكون مع الله فكذلك في مسائل العلم المعرفة التصورات العقائد فما دام الإنسان يبذل وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يسع هذه النفس يبذل وسعه طاقته قدرته ما يستطيع يبذل وسعه في الوصول إلى الحق ويصل إلى شيء بحسب الدليل والبرهان فهذا المطلوب من المسلم هذا هو المطلوب من المسلم والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذه مسألة مهمة جدا ما جعل عليكم في الدين من حرج الحرج الحرج لا يوجد ضيق بالعكس المطلوب منك أوسع من هذا مطلوب منك أنك تكون صادق تطلب الحق تريد الدليل تريد البرهان وتتبعه طيب طيب لو كان الناس كلهم على هذا كان الأمور تمام لا مش تمام لأن حتى لو الناس كانوا كلهم على هذا فلن يصلوا جميعا إلى نفس النتيجة مرة ثانية الآن المطلوب من المسلم أن يكون صادقا في طلبه للحق مريدا للحق راغبا بالحق مؤثرا للحق على غيره تمام فهذا معناه أنه تمام كنا نريد الحق فمنصير كنا على قلب رجل واحد لا هذا خطأ النتيجة هذه خطأ لأنه حتى لو كنا كلنا صادقين هذا على فرض أنه كنا صادقين تمام هل سأرح نيجي على فكرة أنه لا سيكون هناك بغي لكن حتى على فرض أن كل المؤمنين سيكونوا صادقين وأنهم يريدون الحق تمام فهناك اختلافات هي أحيانا وصوله للعلم لأي درجة وصله من العلم ومن المعرفة لأي درجة وصله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي درجة هناك إنسان علمه أصلا القراءة والكتابة ما هي البيئة التي نشأ فيها يعني هناك عوامل كثيرة جدا تعرض للإنسان فتجعل أكثر قدرة على الوصول للحق من غيره وإنسان آخر يكون يعني وهكذا ف طيب طيب لكن كما قلنا في مسألة إنه طيب ليس ضبط كثير معي لكن على كل حال إن شاء الله يكون الصوت لا يوجد أزعاج كثير على كل حال الآن الآن الناس فلنفترض أن هناك طوائف من المؤمنين غالب المؤمنين إن شاء الله كلهم يطلبون الحق ويريدون الحق ويطلبونهم من مناطه يريدون الدليل والبرهان تمام فعندما يطلبون الحق ويريدون هو فعندئذ كل منهم بحسب ما يسره الله سبحانه وتعالى لهم وما فتح الله عز وجل عليه من أبواب تعينهم على معرفة الحق وإدراكه واتباعه لأن الرزق أيضا ليس فقط في المعرفة وإنما في الاتباع أيضا طيب فسيختلفون سيكون هناك اختلاف هنا تأتي مسألة القاعدة التي تعرفونها المبنية على نصوص وآثار المتعلقة بأن من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ما معناه هذا؟ معناه ما دام المسلم وطبعا هذا القاعدة الأصل فيها لأهل العلم لمن له اجتهاد فيصيب فيه ولكن فعليا كل إنسان له حظ من الاجتهاد كل إنسان له حظ من الاجتهاد بحسب علمه فقد يكون اجتهادك أنت اجتهادك أنت كعامي مثلا حتى لا تعرف لغة العربية أصلا ولا شيء أنك تحاول قدر أن تبحث عن صاحب العلم الذي يفتيك في مسألة معية الفكرة أنك ما دمت بذلت الوسع ما دمت بذلت الوسع حقيقة في إرادة الحق وطلب الحق والبحث عنه للوصول إلي فأنت مأجور سواء مأجور أجرا واحدا لو كنت حتى أخطأت الحق لم تصبه يعني أو إذا اجتهدت فأصبت فلك أجران طيب فالأمور لحد الآن تمام الآن إذن الناس سيكونون على صنفين ناس مخطئين ناس مصيبين طب الناس لما يختلفوا كيف سيكون الناس عند الاختلاف سيكون بطبيعة الحال أحدهما مخطئ وأحد والآخر مصيب لا مش بالضرورة ممكن يكون كلاهما مخطئ هل من الممكن أن يكون كلاهما على صواب؟ تمام؟ لا هي إما إلا أن صواب واحد فقد يكون أحدهما مخطل والآخر مصيب أو كلاهما على خطأ والصواب في خيار ثالث أنا أقصد عندما يختلفون في مسألة معين والذي بطبيعة الحال قد يكون هذا على صواب في بعض الأمور وهذا على صواب في بعض الأمور لكن في المسألة الواحدة في القول الواحد في الشيء الواحد طيب الآن المسائل اللي بيتم فيها الاختلاف واسعة فيها التفاصيل هناك من المسائل التي فيها اختلاف قد تكون مسائل اختلاف رأي والله أنا شايف أن نحط الكاسي هنا إن تشايف أن نحط الكاسي هنا طبعا هذه مسائل عادية ليست مسائل شرعية وقد يكون هناك مسائل شرعية الاختلاف فيها نعم فيها صواب واحد ولكن الأدلة لا تدل يقينا ولا بغلبة الظن بل هناك اختلاف بين الصحابة بجوز في هذه المسألة والاختلاف مقر كما هو ولم يرتفع الاختلاف فيكون الخيار فيه متسع وإنه تمام اختلفنا والله أنا شايف أنه قول الصواب وقول الخطأ لكن يعني قولك يحتمل الصواب يحتمل الصواب فهذه مسائل اختلاف لكن ليست تكون مسائل خلاف بهذه الطريقة هناك مسائل خلاف توجب على أحد الفريقين أشياء تجاه الطرف الآخر شو يعني إلا أنا ممكن أختلف أنا وياك على مسألة هي بالنسبة لمسألة المخالف فيها له حكم مش بس هيك والله المخالف فيها مخالف طبعا هو مخالف طبعا لكن له حكم مش لأنه أنا جعباني يكون له حكم لا هي المسألة المخالف فيها له حكم فمثلا قد يجب الاختلاف في المسألة على طرف معين بغض الطرف الآخر ممكن يكون بغض قلبي في هذه المسألة ممكن يجب اللعن آه أنه يعني من يفعل كذا هذا ملعون أو يفسق أنه هذا فاسق أو حتى يكفر أو حتى يقاتل تمام تخيل معي أنه في مسائل نعم قد تصل إلى هذا ولذلك أنا ممكن أختلف مع إنسان في مسألة ويكون اختلاف واسع جدا ليس فيه إلا أنه تمام نفهم أنه هذا اختلاف وفي اختلاف يجب بغضا في سياق معين وفي سياق خلاف يجب درجة من الولاء والبراء وفي اختلاف يجب تفسيقا وفي اختلاف قد يجب طبعا ما تسمي اختلاف هو خلاف يعني على تفصيل في المسألة وفيه خلاف يجب تكفيرا وفيه خلاف يجب حتى قتالا طبعا عادة مش ضروري القتال معناه تكفير أو تكفير معناه قتال ممكن يجب قتالا لا ليس فيه تكفير مثل ما قاتل الصحابة الخوارج دفعا لهم بدون ما يكون تكفيرهم حاصل على الأقل في مسألة خلال لكن الفكرة بشكل عام الآن مرة ثانية طرفين نحن مختلفين طرف ألف يأخذ الرأي يأخذ رأي معين طرف با عنده رأي آخر قلنا إما أن يكون اختلاف عادي فلا يحكم أحدهما على الآخر إلا أن الحكم يكون أنه هو مخطئ في هذه المسألة الاجتهادية والطرف هذا يرى أنه هذا مخطئ في مسألة الاجتهادية أمور حلوة قد يكون لأ الاختلاف أن الطرف هذا مختلف مع الطرف هذا والطرف ألف يرى الطرف با مخطئ خطأ كبير جدا يجعله فاسقا خطأ كبير أكبر أو يجعله كافرا حتى أو يوجب أن نقاتله أو أن نفعل شيء طيب الموضوع ليس هنا الموضوع أن الاختلاف بين الطوائف الأحكام بينها أيضا مختلفة يعني ممكن الطرف ألف عنده قول معين والطرف با عنده قول معين مختلفين الطرف ألف يرى قول الطرف با قول محتمل قول اجتهادي في حين الطرف با يرى قول الطرف ألف قول فسقي وبدعي بيحصل مرة ثانية قلنا أنه ممكن يكون كل منهم على طرف وكل طرف يرى الطرف الآخر مثلا مخطئ خطأ عادي أو خطأ كذا لكن أحيانا يكون حتى كل طرف يرى خطأ الطرف الآخر بشكل مختلف أصلا يعني حكمه عليه مختلف فقد يكون الطرف ألف عنده قول والطرف با عنده قول والطرف ألف يرى الطرف با مخطئ خطأ محتمل خطأ اجتهادي عادي يعني بين اختلاف ونبقى إخوان أمونا تمام كذا في حين الطرف با يرى خطأ الطرف ألف في نفس اللحظة في نفس المسألة يرى هذا الخطأ خطأ فيه كفر حتى خطأ كبير أو قد يكون الطرف ألف يرى خطأ الطرف با يستحق القتال بس بدون تكفير بس هم يقاتلون لأنهم ظلموا لأنهم كذا لأنهم بغض النظر والطرف با يرون قول الطرف ألف يستحق التكفير بدون قتال مثلا فالموضوع فيه اختلاف فيه اختلاف في الأحكام فالآن طيب الآن إذن الموضوع أول شيء فيه حقه باطل وفيه الأحكام نفسها وفيه اختلاف في الأحكام المسائل نفسها وفيه اختلاف في الأحكام على أصحاب هذه الأقوال أصحاب هذه الأقوال أصحاب هذه المسائل طيب اللي بنبه عليه شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة إنه أهل الحق العدل الأصل تعاملهم مع المؤمنين عند الاختلاف يكون فيه دائما اتزان شو الاتزان هذا؟ الاتزان هذا يقتضي أن يكونوا مع الحق ولا يبغون بالعكس بل قد يؤدي بهم هذا إلى أن يصبروا حتى لو كانوا مظلومين استنى شوية كيف هذا كلام خطير آه طيب شوف لأنت عندها خيارات أعرف أنه تعقدت المسائل لكن أنا حاولت أبسطها قد الإمكان بس هي هيك ولازم تفهم بتحليلها هذا لأنه الآن لما تتعقد المسائل تختلط في بعضها البعض إذا ما فصلناه الآن قلنا الناس تختلف على أقوى المعينة يكون واحد منهم بحسب ما يؤديه اجتهاده تمام الآن ممكن يختلفون اختلاف ويرى كل منهم الطرف الآخر مختلف اختلاف فيه وسع أو يرى طرف منهم الطرف الآخر لا اختلاف هذا ليس فيه وسع هذا فيه تفسيق وهذا فيه تكفير الآخر ليس بضرورة أن يرى الطرف الأول نفس الشيء ممكن يرى فيه تفسيق وتدعو ممكن يرى اختلاف فيه وسع طيب الآن فلنفترض أن طرفا يرى قولا الطرف الآخر يرى قول الآخر هذا الطرف يرى خطأ الطرف الأول خطأ فيه كفر فيه كفر والطرف الأول غلطان يعني هو بالنسبة لنا ما مع الحق لكنه يرى هذا الرأي يرى أنه هذا الطرف يعني عنده بدعة مكفرة ممتاز تمام فهذول ايش بدهم يعملوا لهذول يكفروهم ويشدوا عليهم ويعنفونهم وهو طيب فهذا بالنسبة للطرف هذا ايش المطلوب الطرف المظلوم في هذا السياق اللي هو الحق ليس مع الطرف ألف إنما مع الطرف با وطرف ألف الآن بحسب معتقده هو يطبق الحق مع الطرف با لكن بالنسبة للطرف با هذا ظلم أنا أظلم فهذا إيش بسميه شيخ الإسلام خليني والله أرجع لكلامه لكن السياق بالضبط كالتالي أن هذا يكون للطرف الآخر هذا اللي هنا ابتلاء ها ابتلاء واختبار وماذا عليه أن يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة الصبر كيف الصبر ما هذا ظلمني الطرف الأول ظلمني وقعد بيكفرني فشو أساوي ما بروح بكفره ما فيه إش اسمه أروح كفره لأنه بيكفرني ما فيه هيك أنا مش شايف قوله كفري مرة ثانية نحن مختلفين طرف ألف طرف با مختلفين طرف ألف يرى أني أنا كافر طرف با طرف ألف يرى الطرف با كافر فأنا الآن مظلوم طرف با يقول أنا مظلوم وهذا بيظلمني لأنه ما مع الحقيقة أنا شايف طبعا فماذا أفعل أروح أكفر طرف ألف لا أنا أصلا قوله لا أرى فيه كفر فما بزبط بس لأنه وظلمني أنا أروح أفجر في الخصوم وأروح أظلمه لا غلطان هو غلطان طب شو نساوي غلطان غلطان بوضح الحق ببين الحق بس ما بظلمه ما بطلع من الدين ما بعادي في ما بخلي مثلا لو كان فيه أهل كفر وكذا ينتقم منه المشاني تمام وهذه شيخ الإسلام جابها من وين كان يقول طيب سبحان الله في قوله سبحانه وتعالى لطيف الاستنباط قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى فإيش بقول شيخ الإسلام قال فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه أن لا يحمله ذلك على أن لا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له فإن تظالم إليك حتى لو كان كافر ما بيصير أنك تظلمه ما بصير تعتدي ما بصير ما تعدل ما بصير تظلم هذه مسألة مهمة جدا ولذلك هذا السياق أصلا سبحان الله اللي فيه طبعا الآن بعد قليل سنميز أنه ما بين طيب أنا مظلوم أيش أساوي يعني خلاص أسكت والحق طيب سيأتي لكن الله عز وجل حتى بيحكي عن قال لتبلوون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرة طيب فإيش الأمر وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تصبروا على كلام الكفار وعلى كلام المشركين على كلام مهل الكتاب كيف طيب نصبر أه تصبر تصبر عن حظ نفسك هي هاي نقطة مش تصبر عن الحق ما العلاقة الحق الحق بدأك تبينه ولذلك الآن صاحب الحق الآن لما يختلف المسلمين في مسائل كلهم يعتقدون أنه عنده حق لكن منهم من يرى الطرف المقابل فاسق وحتى ممكن مختهل ممكن يرى فاسق وممكن يرى حتى كافر فإذا تعامل معه بهذه الطريقة الطرف الآخر يريد أن يعتبر الطرف الأول ظالم وأنا مظلوم طب مظلوم إيش يساوي المظلوم في حق المؤمن الأصل أن يصبر فإن لم يصبر فقد ترك المأمور به في هذه الحالة حتى لو كان إذن هو على حق ابتداء كان هو على الحق أصلا المفروض فنفترض أنه كان على الحق ولكن لأنه لم يتعامل مع أخيه المسلم كما ينبغي فقد وقع في باطل طبعا هو في النفس المسألة ممكن هو على حق لكن وقع في باطل في تجاوزه وبغيه وعدوانه وعدم صبره على الظلم فصار هو أيضا ظالم هذا فضلا إذا كان هو أصلا المقصر في معرفة الحق فإيش بيقول شيخ الإسلام كلمة لطيفة جدا لأنه ممكن يكون العكس بيحكي لك فإن يتكلم عن الواحد الذي ممكن يقع في ثلاثة ذنوب بشكل مركب قال فإن كان مقصرا في معرفة الحق صارت ثلاثة ذنوب إيش ثلاثة ذنوب أنه لم يجتهد في معرفة الحق هذا لحاله مصيبة إنه ما اجتهد في معرفة الحق أصلا واتباعه لم يجتهد أصلا في طلب الحق ولم يصبه لم يصب الحق أصلا لسه لو اجتهد فأخطأ تمام له أجر واحد اجتهد فأصاب له أجران لم يجتهد ولم يصب هذا مخطئ طبعا لم يجتهد مستحيل يصيب أصلا لأنه وقت إذن ليس له إصابة اللي لم يطلب الحق أصلا فهو أحد لم يجتهد ولم يطلب الحق ولم يصبر هذا مصيبا هذا كيف يكون مثاله وهو يكون طرفين بينهم اختلاف ففي طرف فلنفترض الطرف ألف يرى أن الطرف با عنده أخطاء ومصائب وهي مصائب فلنفترض معاصي أو فسقيات الطرف با لم يصبر على نقدي الطرف ألف الذي حكى له هذا فسق وهذا كفر وهذا شد عليه فلنفترض لكنه لم يصبر عليه وصار بالعكس صار يكذب عليه ويفتري عليه فهذا أصلا لحاله معاصي ليس هذا فقط هو أصلا لم يطلب الحق ولم يبحث عن الدليل والبرهان ولم يصب الحق فهذا مصيبته ثلاث وما بيطلع له يجي يحكي والله أسلوبك مش حلو ما بيضبط لأنه لو كان هذا أصلا مخطئ وليس على حق وأصابك بظلم فعليك أن تصبر وعليك أن تتبع الحق ولا تعتدي بظلم على الطرف المقابل ممكن تدفع الظلم ممكن تبين الحق بس مش تظلمه فما بالك لما أصلا هو بيدعي بيحكي لك أنه أنت شوي بس مشان الله شوف الحق يعني شوف الدليل شوف البرهان شوف العلم على كل حال وهي مسألة مهمة لأنه قد يشبه الإنسان لنفسه أنه على حق طبعا أي طرف من الأطراف هون بيشبه أنه على حق ولذلك شو بيقول أخلينا أن أقول له الله في كلمات أنا نقلتها لشيخ الإسلام قال وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه يعني المسلم قد يكون مصيب فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس والنظر أو بمعرفة وبصر ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر ولا يكون الأمر كذلك يعني أنت ممكن يكون تماما طرف ألفا نفترض هو لي مع الحق وعرف الحق حقيقة ولكنه ما بيعرف بالضبط هو الطرف المقابل ما تأوله ما حجته ما برهانه ما لديه من الحق يعني ممكن طرف المقابل الحق الذي في حقه هو الحق واحد لا يتعدد لكن الحق الذي في حقه لسه ما وصل للدليل والبرهان فإنت ما ما بيطلع لك تحكم على الطرف المقابل ما بيطلع لك تحكم حكم عام لكن أنت قد لا قد لا تعرف حقيقة الأمر يعني ممكن يكون الطرف المقابل اجتهد فعلا واستفرغ وسعه وهذا ما وصل إليه بالدليل والبرهان ولم يعرف ما عرفته أنت تمام طبعا هذا لا مشكلة سفيناس ممكن مرة ثانية الطرف ألف اجتهد فأصاب الطرف ب اجتهد فأخطأ لكنه اجتهد بذل وسعه سوى اللي بيقدر عليه اتبع الدليل والبرهان اتبع الكتاب والسنة سوى يعني ما خلى إشي إلا قدر الإمكان ولم يصل فالطرف ألف مطلوب أنه يفهم التالي مطلوب أنه يفهم التالي أنه حتى لو حكمت على الطرف با بشيء بحكم فلنبترض أنه فاسق ولا عاصي ولا حتى كافر عليك أن تفهم أن هناك وراء الكواليس ما وراءها وراء الكواليس ما وراءها خاصة في مسائل تحت التكفير يعني فينيك إنه وإذا إذا تجاوز فلنفترض هو ما زال داخل دائرة الإسلام طبعا تجاوز عليك عليك أن تعامله بحق الإسلام وهو أن تصبر طيب بعض الناس قد يستشكل فكرة أنه آه يعني إحنا هيك الحق يضيع لا لم يقل أحد أنه نسكت عن الحق ما لعلاقة أنه أقول الحق كما هو يعني المسألة المختلف فيها أن أوضحها وأبينها أن أوضحها وأبينها لكن أنا أتكلم عن السياق الشخصي السياق الفردي ها لأنه هذا أصلا يأتي اختبار لتزكيتك لنفسك هذا المفصل هذا المحك ترى لأنه أصلا وقت إذن أصلا أنت لما تكون مظلوم الشيطان بيأتي بلعب فيك لعب مرتب أنت مظلوم يلا بيطلع لك وكذا لا لا وأنت بتكون بالعكس وقعتها في المحظور من حيث ليس لأنك بدك الحق لا وقعتها في المحظور لأنك عندك جزع لأنك لا تصبر ها لأنه لم تصبر والله عز وجل لما يصف آئمة الهدى قال وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقلون طبعا هون بيأتي إشكال مرة ثانية لهو طيب لا الواحد المظلوم الأصل أنه آم أو آم آم ولمن انتصر بعد ظلمه آآ فأولاك ما عليهم من سبيل فكرة أنه إذا كنت مظلوم إلى أصل أنك تستطيع الدفع عن نفسك أنك تدفع عن نفسك الظلم هذا له شروط عند أهل الله أنك تدفع الظلم عن نفسك منها أول شيء أنك تستطيع الدفع عن نفسك لأنه إذا كنت لا تستطيع الدفع عن نفسك ما في داعي تفوت في مصيبة أنت أطمنها فإذا استطعت أن تدفع النفسك ففعل والشرط الآخر أن لا تعتدي الله لا يحب المعتدي فمن الاعتداء أن تدفع ظلم أخوك المسلم بفتنة يقع فيها الناس بفتنة عقدية تقع فيها الآخرين بفتنة تدفع فيها أخوك وتعين الشيطان عليه فلا تدفع لا تدفع مرة ثانية أنا الآن أنا الطرف ألف عندي حق وأظن أنه الحق وفعلا فلنفترض أنه الحق لأن الواحد يفترض الطرف باع عنده قول وقول باطل وغلطان وظلمني الأصل أني أصبر على هذا الظلم هذا كلام شيخ الإسلام أني أصبر على هذا الظلم لأنني على الغالب لن أستطيع دفع الظلم بشروطه لأنه دفع الظلم يحتاج أني أكون قادر على دفع الظلم وأن لا أعتدي في حين في سياق مثل هذا الاختلاف خاصة لما يكون خلاف ظاهر وخلاف يظهر ويدخل فيها أطراف آخرين وهو سيحصل أنه أنا أعتدي سيحصل أنه أنا أعتدي طيب إيش إلك إلك تأمر بالمعروفة عن المنكر استنى شوي يعني إنك ما ترد الظلم غير عن الأمر المعروفة عن المنكر نعم غير غير أحكي لك شيئا غير ركز معي لأن هذه مسئلة مهمة الصحابة كانوا يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة هذا المتعلق بالأمير والقائد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشاطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لوم تلائم هذه الأحاديث تذكر في سياق موضوع طاعة ولي الأمر وهذه الأشياء ففيها أنه أنه أولاة الأمور ومن يعني يملك عليه شيء وكذا حتى لو ظلمني وجار عليه ووواء المطلوب مني أني أصبر وأسمع وأطيع طيب معناها ما أمر معروفة عن المنكر ما هي العلاقة ما هي العلاقة دائما معروفة عن المنكر بالعكس هي معها وفي نفس الحديث ولا نخاف لوم تلعيم فنفس الشيء مع إخوانك المسلمين نفس الشيء نفس الشيء ولذلك أنا أيضا نقلت هذه الكلمة هنا لشيخ الإسلام قال وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا فيرى أن الأمر معروفة عن المنكر هذا في فتنة لحاله فإما أن تؤمر بالأمر معروفة عن المنكر والفتنة مع بعض أو تنهى عن الفتنة وتنهى عن الأمر معروفة عن المنكر وليس كذلك بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة كما قال تعالى وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك سبحان الله سبحان الله الآية تحكي معنا سبحان الله كذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسبر على ما أصابك إذن ما يخشاه بعض الناس عندما يأتيك الشيطان يخادعك عشان ينزغ الشيطان بين المؤمنين يجي يقول لك أنت بدك تصد عن الحق يعني هذا الحق وبدك تصد عن الحق وانت قاعد تنتقم لنفسك لا يعني هذا كيف تختبره في نفسك هذا تختبره بدقة في المراقف يعني شوفي لي حالك يا حبيبي يا كريم يا أخي المسلم لما يصير معك وتشوف باطل معين والباطل هذا ليس له متعلق شخصي فيك يعني رأيت إنسان يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب السلف الكرام أو يحرف آية قرآنية ويشوف حالك كيف بتحمى كيف تغار كيف يضطرب صدرك كيف تغضب كيف تحتر وانظر في مقابل ذلك عندما ترى أحدهم ينال منك أنت شخصيا وشوف وضعك شوف وضعك هيك تعرف خاصة في السياق أنا أتكلم الآن بشكل واضح في السياق الدعوة الحاصل حاليا اللي هو اختلافات بين بعض رموز الدعوة وكذا 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 وما بدي أفوت في نفس النقاش حاليا لأنه أنا عندي وجهة نظر فيه وعندي رأيه وعندي كذا بس أنا لا أريد أن أدخل فيه الآن كطرف أنا أريد أن أذكر نفسي وأذكر إخواني لأنه فعلا جاءتني أنا موعظة من أخي لي ففتحت لي أبوابا أخرى غير موعظة والخاصة يعني اللي بيحكي فيها اللي هي أنه أنه ما لا 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 يعني لا بديك تنتبه بديك تنتبه ما تكون أمثال فلان وفلان وفلان اللي أنت بتعلق عليه ما تبت تقع في نفس المنطب أحكي لك يا تبت تقع في نفس المنطب خلينا أحكي لك واسمع وانتبه واصح على قلبك وحاسب نفسك هيك الواحب يساوي فمثلا تجد أهل الباطل بيحكوا في الباطل صالهم سنوات لما إيجا هذا اللي بتعتبره أنت من أهل اللي اللي كنت بتعتبره إنسان عادي عنده أخطاء بعدين لما هذا اللي عنده أخطاء دق فيك أنت ولا دق في شيخك ولا دق في صاحبك آه لا لا أخوان استاني شوي وقف هون هذا الموضوع خط أحمر آه هذا بيحتاج مراجعة بيحتاج مراجعة مراجعة من أنفسنا وأنا بحكي هذا لحالي صراحة أولا وأنا بحكي لكل الناس اللي يحسنوا من ظن بي والناس اللي أصلا بهم قوسين معاي على الخط يعني فهذا مناصحة داخلية خلينا أسميها يعني ليس المقصد أن أبكت حدا ولا كذا ويعني ومن يعرفني بيعرف أنه أنا خير مشكلة مشكلة مشو الله في موضوع المخالف والتعاون مع المخالف يعني والله منحاول إحنا منحاول قدر الإمكان أي شيء عن خاص أي شيء عن منشخاص بس لما يعني الواحد يوصل لمراتب معين بيحاول يعني يوضح للناس بس اللي بيصير أنه أحيانا أنت بشر بيحصل منك أخطاء لما يحصل منك أخطاء بدك تكون رجل وقادر على أنك تتراجع عن هذه الأخطاء وتكون قادر على مراجعة نفسك ومراجعة إخوانك ومناصحتهم أنه تمام إحنا شو لازم نساوي شو لازم نساوي إشمعنا إحنا منحمة لما يصير في حملة على الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وهو المصائب قبل هيك المصائب قبل هيك والمشاكل العقدية من قبل هيك ليش مكان تهذير من قبل قد تقول ما كنا بنفوت فتنة طيب بس هذا مشكلة صراحة يعني هذا مشكلة أنه الموضوع متعلق بالأشخاص مشكلة كبيرة هاي طبعا أريد أن أستثني نقطة حاليا اللي هو أحيانا تجد أنه إنسان وقع عليه ظلم من إخوانك في الله أو شيخك فعلا اللي له حق عليك أو كذا أو أستاذك أو حتى أبوك أو حدا يعني بيعني لك شيء فتراه مظلوما وتريد أن تدفع عنه هذا الظلم يعني بدرجة منه هذا مطلوب يعني بالأخير هذا حق المسلم عن المسلم هذا من حق المسلم عن المسلم خاصة إذا وجدته إنسان يظلم ولا أحد يوقف معاه الباقيين ساكتين وهم عارفين فهذا له وجه ولكن حتى هذا الوجه برضو بدك تراقب قلبك فيه انت شو اللي بتدافع عنه دافع عن حالك عما يخصك لأنه يخصك لأنه هاي يعني أمراض القلوب تسري في قلوب بني آدم وتفوت من ما بتعرف وإذا ما انتبهت لقلبك رح تدخل عليك آه من باب الحق ومن باب الدفاع عن الحق ومن باب كذا أنا بعرف أنه في ناس مخالفين غير مستقيمين مش مستقيم يعني هو مش مستقيم مش مستقيم على منهج يعني والله بعضهم أنا أترجاء قلهم مشان الله جيب لي دليل أقتنع فيه أنا والله ما يعني أنا بدي يعطيني هات يعطيني ردع هذا الكلام رد علمي على هذا الكلام الإرهاب الفكري ما بيزبط بعضهم أنا قلت له واحد مشايخ المعروفين وكذا بقوله علمهم فنظيم سياق بيحكي بقوله هل ترضى مني بقوله أنا بقوله هل ترضى مني وشوف هذا برضو عن موضوع الاختلاف بقوله هل ترضى مني أن أنزل عن قولي لمجرد الإرهاب الفكري لمجرد أنك جاي تهددني لمجرد أنك جاي تخوفني أنه هذا يسوي فتنة وهذا كذا طيب أنا وصلت إلى هذا بالدليل والبرهان وبتقليد أهل العلم إذا بدي ما أكون بس بالدليل بس بالتقليد بعلم هذا وهذا لا يدخل بالتقليد بصورته الكاملة بس الفكرة أنه هذا وصلت إليه بما أودى إليه اجتهادي اجتهادي سواء باتخاذ أهل العلم الذين أتبعهم أو بالوصول بالدليل الشرعي وكذا فأنا كيف أترك هذا الحق لأنه وصلت بالدليل والبرهان لمجرد الضغط أنتو بتسووه لمجرد حملة إعلامية أنتو بتعملوها هل ترضى أصلا هذا مني يعني أنا لو فعلت هذا أنا مش مستقيم وأنا شخصيا لا أرضى منك أنك تسوي زيهك لا أرضى منك أنك توافقني القول بس مشان تمشي الحال بس مشان تخايف مني بس مشانك لا أنا بدي إياك ترجع للحق لأنه حق لأنه لأنه بدليل لأنه بالبرهان فأنا أعرف أنه في مخالفين يصلون إلى هذه المرتبة بالنقاش أنه هو بد منك يعني ديكتاتورية إرهاب فكري رسمي وبعدين نحن نطلع الغلاوة والمتشددين والإرهابيين ونحن نقول للناس يعني كل ما نقول للناس إنه مشان الله خلينا نسجع مع بعض إلى الإدلة ونتعلم ما في حدا يحتكر الحقيقة إلا الحق سبحانه وتعالى فأين هذا من من يقول لا بدك تتبع هيك يعني أو أنت كذا وكذا على كل حال لذلك هي كلمة خطيرة لشيخ الإسلام ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة إذن إذن في فرق عنا يا جماعة بين إني أنا أصبر على ظلم إخواني وبغيهم وبهتانهم حتى وكذبهم وأصبر عليه وإني أبين الحق بينهما مراتب لأن أصبر عليه معناها مش أروح أؤذيهم في رزقهم وأؤذيهم في أهلهم وأؤذيهم بعض الناس بيوصل فيهم الخلاف يصير إذاء أمني ووشايات وكذب حتى في المحاكم وفي كذا إيش إيش مال كنت إيش في وين الحق اللي قاعدين من ندور وراه وقاعدين من نتهاوش إنه مين مع الحق شكله الحق الدفي كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك لا فحتى الظلم إن وقع عليك ظلم واستطعت أن ترد على هذا الظلم بدون أن تعتدي هذا بيحتاج موازنة طويلة عريضة والصبر خير لك مع إخوانك المسلمين طبعا أنا بعرف اللي هسه رح يطلع لي يقول استنى شوية من قل لكنهم مسلمين أي نقطة ثانية الصحيح أي نقطة ثانية لكن أستطيع أن أقول التالي أنه يا جماعة وهذا نبه عليه المشايخ نبه عليه الشيخ أبو جعفر كثير أنه فرق بين ناس واقعين في الكفر هم أنفسهم وبين من يدافع عنهم يعني فلنفترض أنه سين من الناس هذا سين كافر كافر أصلي يعني خالص طيب هذا فرق بينه وبين واحد ثاني بيقول أنا أنا هناك واقع في الكفر ليس لأنه أنا عنده مشكلة في التطبيق يcards مشكلة في التطبيق ممكن يكون عنده مشكلة في المخ يعني ممكن يكون عنده مشكلة في الفهم لكن هذا غير عن هذا فرقي Horn أحيانا اättدام النقاشات وكذا أحيانا تأكد من تضعهم كلهم في كفه واحدة لا لا Sabrina AD لا ينضعه في كفة واحدة أخوك المسلم الذي على عقيدة سليمة وحتى العامي المسلم العامي الذي عقيدته على قده يحب الله ورسوله والملائكة ويحب القرآن فهذا لا يمكنك امتحنه في عقيدته وأنت أهل تكفر فلان وتكفر بناء على تكفيره لا تفعل ذلك لا لا يزبط وهذا الزنديق لأنه لا يزندق فلان فهذا التكفير بالتسلسل لا لا يحدث الآن غير عن التأصيل مثلا إنسان يرى مثلا لا يرى حرمة الخمر لا هذا خالص إنسانيا غير عن شاف واحد يشرب خمر وقال لهذا معذول لأنه ما كان يعرف وتهوشنا أنه هل هو معذول ولا مش معذول إحنا الاثنين متفقين على أن الخمر حرام والاثنين متفقين على أنه ما بصير حد يشرب خمر والاثنين متفقين أنه لازم نحذر الناس من الخمر اختلفنا في أنه هل هذا فلان لما شرب الخمر كان قاصد أو لا ما يجب أن نعمل معه قصة ثانية أحياناً يأخذك أحياناً الفجور في الخصومة من الطرف المقابل على أنه أنت ترح تعتدي وفجور في الخصومة من هنا وفجور في الخصومة هنا وبعدين وبعدين يعني ثم ماذا؟ ولذلك كلام أهل العلم في موضوع القتال في الفتنة الأصل في الفتنة عند القتال لما يحصل القتال في فتنة ما يعني فتنة؟ أنه في اختلافاته ليس نبين وين الصح والغلط في الفتنة أنت الأصل أنه لا تفعل شيء تقعد طب كان واضح جداً الحق في جهة معينة آه عند الإذن تذهب على الجهة التي فيها حق تقعد أحياناً الفتنة بس تنقضي وتروح ببين وين الحق الباطل نقول آه لو إنا رجع فينا الزمن كان فعلنا كذلك لكن إلى ذلك الحين يكون نفعل الفعل الصحيح وهو أن لا نضع سيوفنا في الفتنة طبعاً أنا لا أتحدث عن سيوف حالياً أتحدث عن الألسنة أتحدث عن الألسنة فأنا لماذا أتحدث عن هذا الكلام؟ هذا كل الكلام هذا الفيديو أريد أن أزله على اليوتيوب وأضع تابع لي فيديو سابقاً أنا نشرته وهو متعلق بجرثومة الغلو العقدي اللي أنا علقت فيها على منشور لشيخ أحمد السيد وأنا أعتقد أن كلامي صحيح وتعليقاتي في مكانها يعني من لاحية أنه أنه هناك أخطاء منهجية صراحة تنتشر بين الناس وهذا الطريق تتفكر خاطئة وأنا يعني أراها خاطئة وعلقت عليها لكن ما نبهني عليه إخواني وأيحتاج أني ما أخفي مش رح أشطبه يعني عشان لا يظهر يبقى ظاهر وأقول ما فيه من إشكال الإشكال إنه هل هذا بيان للخطأ فقط ولا فيه درجة من السخرية فيه درجة من السخرية طب هل هذه درجة من السخرية تعتبر من التعدي يعني صحيح هو الطرف المقابل لظلمك وظلمك وراء الكواليس وظلمك في أماكن أخرى الناس لا تعرفها لا تعرف القصة بتفاصيلها لكن لكن هل هذا بيعطيك حق أنك تفعل هذا؟ صراحة أنا للآن لا أدري أنا لا أدري يعني في هذا المسأل هل لي الحق أني أستاذئ وأسخر من قول باطل أرى عند أخوي المسلم؟ بدرجة معينة ترى عندي شواهد يعني يعلق على باطل فيشتد فيه أو حتى يفعل شيء منافي للتفاعل الطبيعي بين المؤمنين ما هو التفاعل الصحي بين المؤمنين؟ أذلة هذا أذلة هذا التعامل بين المؤمنين أن يكون أذلة بينهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين فالتعامل بين المؤمنين الأصل فيه أن تخفض جناح الذلة العزة والأنفة وكذا هذه الأصل ليست بين المؤمنين الآن طبعا درجات مؤمنين هذه الدرجات كلمة مؤمنين لأن الإنسان الولاء والبراء منه بحسب قبه وبعده من الكتاب والسنة وكذا لكن بالمجمل يجب أن يكون هذا فإذا فعل شيء يناقض هذا يعني أنه يظهر العزة والأنفة وال وال يعني والإهانة للطرف المقابل فهذا التعامل مع أهل النفاق وأهل الكفر هكذا يكون وطبعا ليس دائما أنت برضو بدك تدعوهم إلى الله وبدك إلهم الخير وكذا فإذا فعلت مثل هذا مع المؤمنين بدك تراجع حالك استنى ليش؟ لازم يكون في مبرر والمبرر لازم يكون قوي أن تفعل مع إخوانك المؤمنين ما فيه عكس الذلة والرحمة مرة ثانية إذا أردت أن تفعل مع أي مؤمن أي إنسان مسلم حتى كلمة مؤمن كبيرة كلمة مسلم هيك مع أي مسلم أن تفعل معه أي فعل ينافي الرحمة والذلة حتى عليك أن تراجع استنى هذا ليش؟ لازم يكون فيه عندك ليش؟ غير هيك لأصل الدلة والرحمة يعني غلط معك أخوك المسلم آسف أنا اللي آسف هو غلط معك أنا آسف الماذرة اعذرني هكذا هذا الأصل غير هيك بدي يكون له سبب لازم يكون له سبب ما السبب؟ السبب أنه الآن هذا الأصلح له الآن أنا أشتد عليه تمام هذا السبب الأصلح له أنه يعني لازم تلاقي لك سبب فأنا هل عندي مبررات لما فعلته؟ عندي 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 كثير مش شوي والله عندي كثير لكن برضو الواحد الواحد مش أنتوا اللي بتحسبوه ولا كل الأرض تبعتكم ولا البشر كلما ذول ولا هم الشيوخ ولا تلميذهم ولا حدا منهم ولا سألهم في حدا فيهم لكن فيهم قيامة طيب أنا شو بدي أساوي فيه؟ فبتوقف هذا التوقف اللي WatRX Hersот كنت على الأقل كنصيحة للنفسي وبلكم أنت على الأقل لو خليت السامل هذا القيامة هذا الحساس شغال عندك أنه على الأقل لما تفعل مثل هذا استرانى شوي تسأل نفسك أمورك يعني يرجى لك الخير يظل الحساس هذا شغال إنه هو ، عندما تتعارب مع المسلمين بهذه الطريقة وما بلا completing بس لازم أن تكون لازم أن تكون شغال لازم أن تكون شغال عندك هذا الحساس حتى لو كنت في المسألة نفسها التي عليها اختلاف وكذا أنت على الحق ومتأكد أنك على الحق كأنه ليس الموضوع بس أنك تكون على الحق كما قلنا سبحان الله يعني في الحق وهذا من قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان الإنسان اسم جامع لكل إنسان هذا مفرد معرف بالأل الإنسان بالمجمل كل إنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق ولا يكفيك وتواصلوا بالصبر ففي حق وفي صبر الواحد يفكر هو بس بدجدج حقه وبدو يسوي حقه وكذا ولا يريد أن يصبر والله عز وجل يأمر نبيه واصبر على ما أصابك والله يأمر أنبياءه ويأمر الصالحين هو استغفر لذنبك وانت بدك تجيك الأمور كلها بالساحل ها يعني وهذا أحيانا سبحان الله من غرور الشيطان لما يغرك أنه أنت الحياة تبعتك هاي ماشي وما وراك ما وراك الجنة ما وراك نار ما وراك حساب والموضوع بيحصل شوفوا أنا أنا بعرف أنه هذا أحيانا قد يكون شديد على بعض الناس خاصة في بداية رحلة التدين تدين وكذا لكن عشان كنوا واضحين هو اللي بيحصل في كثير من الأحيان الواحد في فترة الشباب الطعشات بداية العشرينات بيكون الواحد بيبحث عن هوية فيجد هويته في الإسلام وفي اتباع السلف وفي الأمة وفي رجع المقدسات فأحيانا يتقمص مع هذه الفكرة لدرجة يصبح لا يميزها عن هواة شخصية فلا يميزها تداخل تداخل صعب وهذا التداخل الصعب يجعله لا يميز هواه وما يعجبه ويتاح له بالحق يعني لا يميزه عن الحق ويصبح حتى أحيانا أنه هو يفعل الأفعال ليس رجاء اليوم الآخر لأنه ليس في باله اليوم الآخر فكرة ما هو الصواب الصواب هو هذا الذي قال الله عز وجل أنه صواب وهذا صحيح إلى الآن لكن يكون الآخرة ليس في الحسبان هي الفكرة أنا الآن شو لازم أسوي عشان أكون أنا كويس المسلم ما بفكر هيك المسلم بفكر أنا الآن شو لازم أسوي عشان أرضي الله عز وجل وألقاه يوم القيامة وهذا حساب مختلف هذا وضع مختلف هذا وضع مختلف طيب إيش اللي بدنا نوصل إحنا يعني إيش اللي بدنا نوصل مع أنفسنا ومع إخواننا في الله أنا أعتقد أنها معادلة بسيطة إذا تواصلنا عليها شوف أنا واحد من شغلات اللي بسوها في الحياة تعلمت بكير الحمد لله رب العالمين فساعدتني فأوصيكم بها لأنها بتساعد والله إنك لا تبخل بالحق لا تبخل بالحق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لإخيه ما يحب لنفسه الحق اللي أنت بدك يا حاول تحرر وتعرف شو هو تحاول أن توصي من حولك به توصي الناس به لأنه رح يرجع لك لأنك إنت لما توصي الآخرين رح ترجع لك الوصية في وقت أنت بتكون بحاجتها في وقت بتكون انت غافل عنها فأعتقد أنه إحنا كمسلمين المفروض متفقين أنه إحنا لازم نتواصل بالحق بفكرة الحق أنه أنا بتبع الحق بغض النظر عن أي اعتبارات إنسانية اعتبارات نفسية اعتبارات زوجية اجتماعية اقتصادية بأي اعتبار أنا الحق الحق وين أنا بروح أحكي لي وين الحق الحق هناك طيب شو الدليل معك دليل إذا فيه دليل أنا بروح ليش ما أروح يعني إيش اللي بيمنعني أني أروح والواحد يحرر نفسه من قيود الطاغوتية كلها أي شيء يعبدني لغير الله أتخلص منه حبي للشكل حبي للشهرة حبي لفلان حبي لحزم معين لجماعة عواطفي الشخصية كذا أي شيء هذا كله خدم المفروض للحق طبعا الكل بيدعي الحق لكن أنت قدر الإمكان كيف ممكن توصل للحق إذا تجرد تجريد الحق كانوا يسمونه أهل التصوف وأهل العلم تجريد الحق ما هي تجريد الحق؟ أنك يعني تزيل كل شيء يتعلق لعوالق الآفات الملوثات التي تكون في طريق الحق لكي توصل للحق وهذا ليس أن تختبره في نفسك إسأل نفسك هذا السؤال سؤال خطير والله سؤال خطير ويعلم الله أنه أنا لما الله يزعيهم الخير أهل الألم لما يعلمون هذه الأشياء يعني سبحان الله كيف الواحد يقول كيف الواحد إلا أن الهوى غلاب يعني أنا قد ما بحكي عن الهوى أنا أعرف من نفسي هوى قوي مرتب يعني فبعرف شو يعني هوى الهوى غلاب خطير فواحد من أهم الأشياء اللي يكررها على نفسه ويجب أن يكررها على نفسه تعال يا آدم تعال أنت في هذه المسألة تدعي أنك بدك الحق تمام طيب هل في شيء ممكن يقنعك أو أنت بس خلاص هي راكبة هيك راكبة هيك معناها هوا هي هيك معناها هوا بده يكون في عندك طريق للوصول لهذا الحق اللي يقول دليل دليل يعني شيء يدلك فإذا كان عندك المسائل ليس لها دليل ولا يعنيك فيها الدليل قد تكون أنت مبتدئ في العلم فمش ضروري تبحث في تفاصيل الأدلة حاليا ما عندي مشكلة بس بس أنت يعنيك أصلا الشيء يعني قد تكون في مسألة معينة فلنفترض أنه هذا الشاي الشاي حلال أو الحرام حلال الآن هذا هذا الآن بسأل حالي يا آدم هل ممكن أنت في حياتك أصلا تقتنع أن الشاي حرام؟ إذا الموضوع عندك لا والله ما بيقنعني لو شو لا هذا هوى إذا ما بيقنعني لو شو هذا هوى إذا كان أنا لا معمر الحق تنع هذا هوى إذا كان لا 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 بينه هذا هوى إذا كان ما هم قالوا هذا هوى إذا كان والله قال فلان فلان هذا تباع لطواغيت إذا كان إن وجدنا آباءنا على أمه هذا تباع للآباء إذا كان قالوا للشيوخ برضو هذا تباع لأهل العلم بدرجة معينة لكن أحياناً يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله طب إيش؟ طب إيش المطلوب؟ المطلوب أنه تمام أنا كيف ممكن أعرف أن حلال الحرام؟ أنا مبتدئ في العلم، أنا إنسان عامي، ما بعرف في العلم، فقط الأهل العلم فهذا يجوز بكفيني إلى الآن لكن حتى أنا، حتى الإنسان العامي الذي لم يكن لديه هذه التفاصيل، الأصل يكون هذا السؤال حاضر في ذهنه أنا متى ممكن أقتنع أنه حرام؟ لو ثبت لي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب رضو الله عليهم وإجماع السلف مثلا إنه هذا حرام، أنا برجع، والله برجع، ما عندي مشكلة إذا كان عندك هاي كلمة إنه والله برجع ما عندي مشكلة هيك تختبر نفسك في المسألة المعينة ولذلك أنا والله والله أكرر هذا بيني وبين نفسي وحتى بينه وبين إخواني، أصحابي اللي حوالينا هنا حتى في مركز مكاني، الشباب اللي حتى في برنامج البناء المنهجي وكذا، اللي نتدارس بعض المسائل وكذا، يعرفون هذا مني وأكررها لهم بقولهم أنه لازم نراجع أنفسنا في إيش؟ في أنه تمام، أنت شيخك الدكتور عبد الرحمن ذاكر في مسائل النفس وكذا، تمام، ممتاز هل ممكن أن يطلع عنده غلط؟ آه ممكن، هل هذا كلام نظري؟ لأنه ممكن أن يكون كلام نظري، آه أكيد كل إنسان بي غلط، كلنا نحكي هذا الكلام، ما واقعه يعني أنت متى ممكن تقتنع، متى ممكن تقتنع أن له قول خاطئ في مسألة معين؟ عندي، تمام، إذا جبت هذه المسألة، جبت لي فيها كلام مثل أهل العلم الكبار، السلف الصالح، أحديث، غلطان عادي، ما عندي مشكلة، بطلع غلطان طيب، إذا واحد أسائل أدب معاه، أبين أنه غلطان، برضو ما في مشكلة، بيكون سيء أدب صحيح، بس بيكون بيين أنه غلطان عادي طيب، هذه المسألة، مسألة هو إحنا بدنا نقول لك الإليفانتين ذي روم، الفيلة اللي في الغرفة، إحنا بدنا نغطي الفيلة اللي في الغرفة مسألة أبو حنيفة، الآن أبو حنيفة، يعني هو القضايا، ما نداري أنا ليش الموضوع معجق لهذه الدرجة، الآن موضوع أبو حنيفة الرجل في تاريخ هذه الأمة له أوضع، في ناس جرحوه ونقدوه، بعضهم حتى بدعوه، فسقوه، بعضهم حتى كفروا وفي ناس جعلوه إماما، طيب، أنا، شو لبي يقنعني في هذا كله؟ أصلا أنا شو إلي في الموضوع، ترى سؤال أولي أصلا أنا شو إليك في الموضوع، ممكنك ما إلي في الموضوع، أنا خليني أنا مش مشغول في هذا الموضوع، عندي إشياء أخرى ومش هل القصة العظيمة اللي بدي أشغل فيه لكن مثلا جبتك مثال، أنا ما الذي يمكن أن يقنعني بأن هذا صواب أو هذا خطأ؟ يقنعني 1، 2، 3، 4، فإذا أتيت لي بـ 1، 2، 3، 4، سأقتنع إلا أن تأتني بـ 1، 2، 3، 4، أنا مضحك تنع طيب، أما يكون المسألة عندك أنا شو ما تجيب لي، أنا راح ألف الموضوع، شو ما تجيب لي أدلة، أنا مش راد عليك، أنا مش راح أشوف الموضوع، انسى انسى وإنت أي بحث تأتي به، أنا أصلا الرد عندي جاهز أن هذا كلام فاضي ومش عارف، يعني هيك، فهذا أيب يعني وهون بيأتي برضو مسائل اختلاف، فلنفترض إحنا اختلفنا في هاي الكاسة هل هي حلال ولا حرام؟ أنا قلت لك والله يا أخي الكريم، أنت أخوي المسلم والمحترم المفروض، وبقول لك إنه هاي حلال، حلال، والأدلة معي 1، 2، 3، أنت بتقول لا والله حرام، والأدلة معي 1، 2، 3، قلت لك طيب، الأدلة تبعتك أنا هاي عندي رد عليها هاي ردي 1، 2، 3، وأنا الأدلة تبعته هي اللي شايفها أقوى شو نساوي؟ نتقاتل، نضرب رقابة بعضنا، شو نساوي؟ أنا عندي اختراحي لك شو رأيك تصير تقول عني أنه أنا أحرم الشاية وأحرم العصيرة وأحرم الدنيا على البشر وهذا تشدد أنه تطرف شو رأيك تقول عني هيك؟ قل عني هيك لأنك تكون وقتها كذاب، تكون وسخ، تكون فاجر في الخصومة لأنه شو رأيك تقول لي اللي أنا حكيته بالضبط وأنا ما عندي مشكلة؟ أنا طبعا مجوز قلت أنا هي حلال، مش عارف مش عارف شو المثال ذكرته بالضبط، بس هي قل نفس ما قالتي أنه هو يقول كذا وكذا، وهذا القول خاطئ زي ما هو، زي ما هو، قل لي أنه خاطئ، قل لي أقول لك قل لي أنه هذا القول قول كفري، ولا قول فسقي، ولا قول، بس قول زي ما هو، خلي زي ما هو هيك، لا تسمي للتسميات كبيرة عظيمة جداً وبعدين لا تبين للناس ما هي، وتضحك عليه وعليهم طب ليش هيك نساوي، ليش يعني؟ ليش ما نختلف وإحنا محترمين؟ ما معنى نستطيع أن نستوعب إنسان بيكون بينكر حد الرجم وبينكر مسائل معلومة من الدين بالاضطرار؟ ثم بعد ذلك لا نستطيع أن نستوعب إنسان اختلف معنا في مسألة متعلقة في إنسان آخر شمعنا نستطيع أن نستوعب إنسان اختلف معنا في الله، اختلف معنا في ذات الله، تصورات عن الإله، تصورات أخرى نحن نتكلم عن إله، يسمع، يبصر، يسموه بالفلسفة الإنجليزية بفلسفة، يعني هاي personalised god، إله له إرادة يأمر بينها وهو الآخر يتصور إله بعالم المثل نوعا ما، فنشوف إحنا التصور للإله مختلف فطبيعي إنه نعتبره هذا الدين ثاني يعني، يعني شو الغريب في الموضوع على كل حال، فحتى هذا أنت تستوعبه وتجعل إنه اختلاف معتبر متأول وأنا ابن البطة السودة، ما بقدر أتأول يعني، ما بقدر أتأول طب ليش يا حبيبي ما بقدر أتأول؟ ليش؟ طب ليش ما نكون محترمين؟ شمعنا أنا بحاول أوازن موازنة أنت مش قادر توازنها وأنت المفروض بتنظر فيها، مش أنا اللي بنظر فيها اللي هي موازنة مصلحة الأمة والخلاف ومش عارف إيش شمعنا أنا بوازن موازنة أنه والله فلان الشيخ الفلاني عنده موادة علمية جيدة ما في داعي نحذر الناس، نحذر الناس من الأخطاء بس صراحة الساحة فيها بلاوي فيها بداع وفيها أخطاء وفيها فلسفات كفرية وفيه الغرب والشرق كل آتهم بيشتغلوا شغل بلاوي فخليه يشتغل خليه يعني يسد ثغر معين، الله يزيل خير ومن بين أخطاء وأول بأول ما معنى ما تقدر تستوعب هذا بهذا السياق؟ ليش؟ ليش يعني؟ ولا بتفكرنا أنه أجمل من هذا؟ ما بتعرفنا إذن لسه؟ يعني بتفكر الموضوع هو ما بعرفنا شو الناس بفكره نحن بنحاول قدر إن كان الشيخ فلاني هذا إلو مواد جيد الشيخ فلاني والله إلو تفسيرات للقرآن رائعة الشيخ فلاني إلو مساحات في الفقه طيبة الشيخ فلاني إلو أسلوبه رائع محبب للناس بلوز أنا لا أحسن أنا أفعل مثل ما يفعل فخليه يشتغل عنده أخطاء من بين الأخطاء أول بأول ونبقى إخوان نبقى إخوة ونتناصح ونتذاكر ما يعني أنه بيصير عندك الولاء والبراء على إنه حكينا عن فلان كذا وحكينا عن فلان كذا ولما ننقد فلان خلص لما أحكي عن فلان شيء يسقط وبعدين أقول لك فلنفترض إني أنا الباغي في هذا السياق لأنا ظلمت في سياق إني مثلا تكلمت بأسلوب فيه سخرية وهذا خطأ تمام؟ هل هذا في المقابل معناها الإسقاط؟ كيف فهمتم هذا؟ كيف معناه أنه أنا إذا علقت تعليق على خطأ معين معناه كل الإنسان ساقط؟ مين حكي هيك يعني؟ أنه بجوز أنت بتعملوا هيك؟ اللي هو هذا الذي يفعل كذا وكذا فهذا ساقط؟ أنا بجيب أعلق على فكرة معينة بخلصها وبأطلع علي بعدها شاهدوني علقت على منشور للشيخ أحمد السيد شيخ أحمد السيد أنا لسه سبحان الله قبل يومين ثلاثة أمي بتسألني أمي طبعا مش متابعة لهذه الساحة هو اللي بيصير فيها تسألني بتقول هذا الشيخ وكانت تحضر لايف للشيخ أحمد السيد تقولي هذا الشيخ بيحكي كلام كذا كذا شو؟ لأنا كانت قبليها كان فيه شيخ ثاني بيطلع عنده بلاوية عقدية فقلت لها لا أدير بالك من هذا فهذا بتحكي فبتسألني عنه قلت لأه شيخ أحمد السيد ممتاز كويس متابعته وأنه ننشر إليه هيكي نحن نتعامل مش لأنه بتملق لحده ولا بده أتملق لحده ولا بيعنيني أتملق لحده لكن هذا الاتزان احنا منحاول لأنه نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا أن نكون على هذا ولا ما بدي لحده ينشر لي شيء ولا بدي لحده بس أنا لما يعز علي يعز علي أنه يجيني مريض على الأيادة يجيني مريض على الأياد عنده وسواس ومريض ثاني عنده اكتئاب بدي ينتحر ومريض ثالث عنده ثناء قطب مش قادر يمسك حاله عن البلاوية اللي بيسويها ثم هذول كل واحد فيهم بيحكي لي والله يحذروني منك حذروك مني ليش يا حبيبي؟ هل حذروني والله المشايخ؟ لماذا حذروك المشايخ؟ لأنك بجوز تكفر فلان وتكفر علان قلت له أنت بدعاجك من الوسواس أو هم يعالجوك خليهم هم يعالجوك انت بدك تنتحر بدك تموت بدك تفعل كبيرة من الكبائر وأنا قاعد بساعدك آه ولا هم لسه مش من تبهين أنه احنا على ثغر ولا الثغور هي مصنفة لناس وناس يعني بالعكس الواحد يحمد الله على الفضل الذي هو فيه بس أنا أزعم إنه شيخنا الدكتور عبد الرحمن ذاكر وأنا في هذا السياق أضم نفسي له تبعا يعني إنه إحنا على ثغر كبير جدا ما بيسده حدا غيرنا وإذا بدك نسوي مقارنة مزعج شوي خليها تزعجك شوي بس خذها بعين الاعتبار إنه أبو حنيفة في وقته مثلا كان فيه أئمة كبار أكبر منه وأجل منه وأعلم منه في الحديث وفي الفقه وأحسن منه في العقيدة وأحسن منه في كثير بلاوي ولا يحصون أئمة كانوا في وقته جبال ومع ذلك أنت لا تريد أن حدا يتعرض لأبي حنيفة لأنه له مكان وله ثغر وله كذا الشيخ فلاني الشيخ الفلاني المعاصر لا تريد حدا ينقده لأنه على ثغر مع أنه في مئات مثله وأحسن منه في العقيدة والمنهج وحتى في الجهد الدعوي ولكن لا بدك تسقطوا عشان العمل وعشان الجهد الدعوي فلان المؤلف عنده مصنفات ومؤلفات وفينا صنف وأحسن منه وأفضل منه وأجود منه وعلى عقيدة أسلم منه ومع ذلك أنت تريد أن تحافظ عليه إنه لا أحد يتعرض له لأنه جهد الأمة والأمة طب بالله عليك أنا أحكي لي اليوم في عالم اليوم من يقف على ثغر علم النفس الإسلامي من يقف في وجه الآن الفلسفات النفسية التي تدخل على بيوت كل مسلم اليوم اليوم صارت موضة علم النفس موضة كوسموها كوسموها وموضة الطب النفسي وهذا كان فيه من مساحات الإلحاد ومساحات العلمانية ومساحات النسوية من يقف على وجه هذا واحد من أهم الرموز في عالم اليوم الماشيين في هذا الدكتور عبد الرحمن داك طب ما تعتبر له هاي أخي اعتبر له ياهن وبني آدم له جهد يعني وعلى ثغر وعنده أخطاء اعتبره أخطاء عقدية سيد اعتبره جهمي في الأسماء والصفات اعتبره على يعني هيك خفف له ياهن اعتبر أخطاءه يعني يختلف معك في ذات الله سبحانه وتعالى عاد يعني يختلف معك في تصوراته عن الكون وسوى يعمل في هذه الأمة وله جهد دعم وله كذا اعتبروها هيك وانا اعتقديني على هذا الثغر بشكل كبير جدا بل أزعم يعني إذا كان في طبيب ينقسين الطب النفسي هذا مساحة أخرى أيضا احنا شغالين فيها فليش ما ليش ما احنا نتفق على أنه نعلم حالنا ونعلم الناس أنه نتبع الحق والله والله أنه أنا يسعدني الحق أن يكون مع إنسان أنه يتبع الحق وماشي مع الحق حتى لو كان على حسابي أنا الشخصي أنا بالنسبة لي والله فلان أنه يوصل فكرة أنه أنت تتبع الحق وتمشي عليه لو وصلك على شيء مخالف لي أولى عندي من إنه تتبعني لأنك تعجبني وبيعرف هذا الشباب عندي لما كنا نأخذ دروس مع بعضون تدرس بعض الكتب كنت أنزعج من بعض الشباب اللي يوافقني على كل شيء اللي هو لا استنى شوية فما فهمت الموضوع من دليله وفلان يحكي بوجهة نظر علمية حقيقية وبالعكس هو الذي يخالفني بعلم في تلك السياقات كان طبعاً بتكون مش مسائل يعني خلافات بتكون يعني في الأصول كذا لكن كان من يخالفني بعلم أحب لي ممن يوافقني بس هزة رأس يعني فهذا بدنا نعلم لأنفسنا نعلم للناس لأنه في يوم قيامة وفي يوم القيامة إذا علمت هذول الناس كيف يتبعوا الحق حتى لو خالفوك يوم القيامة تأخذ أجرهم في حين الناس اللي بتتبعهم يتبعوا الأشخاص والأفراد وعبادة الأفراد وتقديس الأشخاص يوم القيامة ما رح ينفعوا بالعكس بالعكس بيضروك وذلك كان بعض السلف لما قيل له ليش بتحكي عن فلان وفلان ليش تنقذ أهل البدع ليش تنقذ فلان من أهل البدع مع أنه إنسان محترم مرتب قال أنا أرحم به من أمه وأبيه كيف أنت أرحم به من أمي وأبيه لأنه أنا أنقذه من أن يتبعه الناس يعني هو إثمه على حاله مقدور عليها أما يروح يتبع الناس على الباطل اللي هو فيه بوكل هوا بوكل هوا طبعا من الناس إنه فاتح التعليقات ففيه تعليقات جزاكم الله خير وإياكم السلام عليكم وعليكم السلام للأسف يا دكتور من متابعتي لكم صرت أرى أن كنت التخدمة السلفية حزبا لا منهجا يعني حسب إيش معنى هذا وقد قدم أكثر من شيخ قطاع الخليفة وهي واضحة لكن كتابون الإصرار على منهجه دفاعا عنه متأثيرا بفكره والله يا أختي أنا أبع في أختي إذا كان الاسم اسم أنثى لكن أختي الله يكرمك أنا ما عمري كنت على منهج الخليفي أنا ما ولدت على منهج الخليفي بل أنا أعرف الشيخ أحمد السيد قبل الخليفي أنا قرأت للشيخ عبد الله شيخ عبد الله الأجاري والعميري وشيخ أحمد السيد والمشايخ من قبلهم قبل ما أعرف الخليفي كله إنما أقنعني خليفي في بعض المسائل بالدليل والبرحان بس وبعدين في بعض المسائل لا يمكن أن يوافق الشيخ الخلافي فيها أنا فقط أريد أن الناس تحترم العلم يعني الله يسهل علي الدكتور عبد الرحمن ذاكر أصلا لا يوافق الخلافي في غالب الأشياء التي يخالفون الخلافي فيها أصلا لكنه يقول للناس كونوا محترمين مشان الله تكونوا محترمين في الخلاف تكونوا محترمين في الاختلاف وأنتم عرفين هذه المسألة المسألة الخلافية وطرح السلف والخلافي ليس أول من قال بها بل له سلف فيها بل تعترفون أنتم بأصولها وتختلفون في التطبيقات طب كونوا محترمين فلا يشبه لكم الموضوع أنه غير هيك الموضوع مش في مسائل معينة فيها اختلاف لا 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 يعني مش هيك الموضوع مش هيك الموضوع وليس شيخ أحمد سيد وحدهما نبع على هذا بل غيره كثرة منهم شيخ خبام روان الحمد وكذا أنا بعرف أنه في ناس كثير نبعه التنبيهات والتنبيهات هذه تذهب وتأتي تذهب وتأتي وأشياء منها مردود عليها وأشياء منها عادي يعني ما دام الداخل السياق العلمي أنا ما عندي مشكلة فيها لكنها خرجت خرج السياق العلمي خرجت إلى سياق فيه تحريف حجة الخصم أصلا يعني أنا المعذرة وين أحمد السيد حكى عن الشيخ الخليفي حكي واضح إلا أن يأتي بكلام متطرف لبعضش ناس اللي يحتبروا بالشكل أو بآخر محسوبين على الخليفة ويجيب هذول لهم الأمثلة التطرف طيب جيبوا هو مثال التطرف ورد على كلامه خلينا نسمع خلينا نشوف ومن ثم فلنفترض أنه فيه اختلاف وهذا الاختلاف اختلاف مسألة اختلاف في حكم على أشخاص أنتو فيه رجل يختلف معكم يختلف معكم يعني الآن الآن ما بين عقيدة أحمد السيد وما بين عقيدة القرضاوي هناك اختلاف الشيخ أحمد السيد يعرف أنه بين وبين القرضاوي اختلاف في الأصول في العقائد في التصورات عن الله في الحكم على الله تمام في التصورات عن الله سبحانه وتعالى وفي أشياء معلومة من الدين بالاضطرار ومع ذلك أخذها يعني عدت شايفين شو اللي صار آخر شي فأنا قصدي طب ممكن نستقيم في هذا للآخر ونعتبر أنه من يختلف معنا في الحكم على الأشخاص برضو بني آدم له حضم من النظر ومتأول وللمتأول بس في الله بيقدر يتأول والبشر هذول ما من المسهم وهون الناس بتزعل لأنه من يحكي في تأثر في الإنسانوية التأثر في الإنسانوية مش معناه أنه واحد ملحد مش هيك يا جماعة الخير تأثر في الإنسانوية أنه تقديم حق للبشر على حق الله هيك يعني وطبعا أنا المعذر أني أنا أصلا بنجر للنقاش نفسه أنا والله حاليا مش موضوع النقاش اللي حاصل نفسه لا إله أو لو أحمد سيد رد أو غيره يعني خلاص نعم بالضبط هو فكرة أنه في خلاف أنه في حدا يرد على حدا طيب هو نرده وبعدين يا جماعة في ناس يسموهم الناس علماء اليوم كفروا ابن تيمية كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية وعادي يظلوا بعض المشايخ يسموهم أئمة الإمام فلان فحتى إذا الحكم على الأشخاص برضو في مزاجية يعني اللي بيحكم على أشخاص معينين هذا عادي اللي بيحكم على أشخاص ثانين يعني سبحان الله صار اللي بيحكم على ناس من أهل السنة بالكفر أو التفسيق أو التبديع هذا من نتحمله في حين اللي بيحكم على ناس واقعين في بدع هذا من نتحمله سبحان الله يعني واضح يعني واحد بيكفر ابن تيمية هذا يحتمل لأنه له جهود دعوية واحد يكفر من يقول مثلا بأقوال أهل الإيمان واحد يكفر من يقول أنا مؤمن إن شاء الله اللي هو يكفر أهل السنة بن قوسين هذا يحتمل ليش؟ لأنه والله له جهود علمية في حين واحد يحكم على أشخاص أنتم بتاحد لا يحتمل لأنه يفرق صف الأمة فحتى المزاج الإنسانوي مزاجي وهذا فيه عقدة أخرى يعني المشكلة للناس دائما تقرأ أنتم تحكمون نحن نحلل يا جماعة أنا لا نحكم لحد أنا قاعديني في المكتب ما أأثر على أحد يحكم عليه أنا قاعد أحلل الأمور وأفسرها وأوصفها بوصفها فمثلا من ذلك أن هذا ليس فيه فقط عقدة الإنسانوية هذا فيه عقدة نقص لأن عقدة نقص تجعل الإنسان دائما متحامل على من معه على من هو في صفه مثل كيف الواحد اللي بتلاقيه بشد دائما العرب مش عارف شمالهم العرب في حين لا يرى أخطاء الغرب في نفس الشيء أحيان بعض الناس تجدهم في الحكم أنه يشتد على من يحكم على المخالف في حين من يحكم على مشايخه وعلمائه يجده عادي تجد واحد يكفر عبد الله بن الإمام أحمد يكفر ما قالت البخاري وهذا عادي يحتمل يعني اختلاف علمي واحد ثاني يرى كلام أبو حنيفة في بدع لا ورايح لا جماعة طب نركز شوي نستقيم بس أنا بدي أستقيم والله لذلك أنا أنا بحب الاستقامة في البشر حتى لو كانوا غير مسلمين في واحد اسمه جوردان بيترسن عالم نفس معروف أنا يعجبني فيه استقامته في كثير من الأشياء فيه أشياء مش مستقيم فيها بس يعجبني فيه استقامته هايوا كافروا بحكي عن المستقيم عادي يعني مستقيم في الدرجة معين لأن المستقامة لا تكون إلا على منهج الله سبحانه وتعالى طيب لا إله إلا الله التواصل في الجامعة والله الوضوع صعب في التواصل في الجامعة الرسائل على الخاص والله أنا الرسائل هي مئات الرسائل فلا أتعام أنا المسنجر ما بفتحه يعني ما بفتحه المعذرة منكم وأنا حتى التعليقات يعني هي هيك يعني هي فسحة هيك للكلام بس أنا ما بلحق والله إنشغال وجزء منه تنظيم الوقت عندي بيحتاج شغل لكن وجدت فسحة إني أتكلم الآن في أشياء إن شاء الله تكون فيها النفع ويا جماعة أشوفوا والله إذا الواحد ما معتاد أنه يراجع نفسه ويراجع طلبه للحق وما يحتكم فقط لمزاجه للي جعباله والله أنا بعرف الانزعاج اللي بيحصل عند الناس يعني تخيل والله أنا بحط حالي مكان واحد شاب مثلا درس عندي شيخ أحمد السيد وتعلم منه الدين هو اللي عرفه عن الدين هو اللي حببه في الدين هو اللي يحط له برنامج وبيحكيله عن البناء المنهجي وعن صعوبة طلب العلم وعن تزكية النفوس وهو وبعدين يأتي واحد يعلق على كلامه صعبة بأعرف فهم أنها صعبة والله يفهم أنها صعبة لأني أنا بسطة صعبة أنا شخصيا أنا من تعلمت مع الشيخ أحمد السيد صنعة المحاور وبعدين بناء المنهج تمام فأنا بقول لكم بعرف الشيخ أحمد السيد قبل أبو جعفر الخليفي فالموضوع عندي مش لني بعرف حدا قبل حدا وحدا صرت أحب إليه من حدا لا يعني أنا بالمناسبة أمثال الشيخ أبو جعفر الخليفي أنا قبل ما أعرف أبو جعفر الخليفي وقبل ما أسمع منه كان أمثالهم والله ما بتنازل أسمع كلامهم يعني كنت من هذول الجماعة صراحة للأسف كان إذا واحد بده ينفرني من هذول الناس لأن كنت أسمع فيهم عن بعد يعني هيك بيقولوا آه هذول اللي هذول اللي بيطعن في أبو حنيفة ونو وكذا فأنا أسمع منه بيطعن في العلماء هذا شو أريد أسمع منه إذا بطعن في هذول العلماء الكبار هذا يعني أنا بدي أقعد ألاحق كل حدا بيحكي كلمتين أروح أسمع كلامه ما بالحق أسمع لكل البشر صراح أو لا فكنت أوازن فمنظم الوازنات اللي كانت عندي أنه والله يا هذول الناس ما بينسمع لهم أصلا حتى رزقني الله سبحانه وتعالى إنه استنى شوية هذا فيه إنسان بيتكلم بأدلة وبراهين مش فعفطة فوجدت أنه الطرف المقابل أصلا يكذب في يشوه أصلا مقالة الإنسان يعني هو ليس يعني هو بيقول إنه فيه أخطاء والسلف قالوا بها وأنا مع السلف أنا ما لدي علاقة ليس أنا اللي أحكم أصلا فطلعت المسألة مختلفة مشكلة به أصلا يعني زي واحد زي واحد بيقول فلان بيحكي عن observers وط confinement لم يحكي عن timely بس هيك بها البساطة يعني بيطلع لم يحكي عنه كذا كم يسوى أنك تسأله كم يسوى أنك تسمع كم يسوى أنه كذا يعني الله مستعن لكن مرة ثانية انا اصلا سبحان الله انا كان كلامي ليس للمخالفين ليس للمخالفين فعلا انا كلامي لمن يعني بين قوسين هم موافقون لي انا شخصيا او بالعكس ممكن ينبسطوا على كلامي انه لانه انا بشوف مثلا موضوع مثل الفيديو اللي انا نشرته موضوع الغلوة جرثومة الغلوة العقدية الناس انبسطوا عليه الموافقين دي انبسطوا عليه لانه بفشغلهم نوعا ما درجة من هذا ما عندي مشكلة فيها جيدة لكن برضو والله لازم نراجع نفوسنا لانه موضوع في بصير في تحاسل تحاقد واضح بيصير الموضوع وكأنه انا بدي اه يعني يعني اسقط الطرف المقابل مش بس ابين خطأ او اتمسخل على الخطأ تبعو لانه فرق بين انا اتمسخل على الخطأ لاجل الخطأ وبين اتمسخل على الخطأ لانه بدي انتقم فرق ومراقبة النواية هذه اساسي مهم ضروري ومرة ثانية لا يجعلكم ابدا بغي الطرف المقابل او ظلمه او حتى سوء عقله سوء فهمه وتجاوزه لحدوده ان انت تجاوز حدك ما له علاقة يعني ما له علاقة انت بتتعامل مع الله هذول البشر كلهم كلهم البشر الموافقين والمخالفين اهلك ان البشر هذول كلهم انت كمسلم لازم تفهم ان البشر هذول كلهم هم عبارة عن اقدار الله هم عبارة عن اقدار لله سبحانه وتعالى يعني هم ورقة الامتحان تبعتك فانت لا تتعامل معهم كاشخاص كافراد انت بتعامل معهم كامتحان السؤال الاول في الامتحان وكأن الاسئلة هكذا وكأن اسئلة الاختبار هكذا اذا قال لك ابوك كذا وكذا وكذا فماذا تفعل تصرخ تسكت تطيع بدون معصية اذا ظلمك اخوك المسلم وبهتك وكذب عليك ماذا تفعل تكذب علي تشوه مقالته تدفع عن نفسك تصبر والخيارات مش ضروري صح وغلط دائما احيانا بيكون صح واصح خطأ واكتر خطأا هيك الاختبار الدنيا احنا نبتلى ببعضنا البعض ايش نسوي مع بعضنا البعض فانت بتسمع واحد من اسئلة الاختبار تبعت الدنيا عندك سمعت من شيخ يقول كذا وكذا وكذا فمواجبك تشتمه تكفره تلعن ابو سلسفيله تسمع مقالته تؤجل الموضوع لانه ما عندك اولويات حاليا عندك اولوية اخرى فترجئ الموضوع مش ضروري يكون اليك رأي في كل شيء في الحياة عادي خيارات كثيرة بس هذا اختبارك فإذا فهمت ان اختبارك وانك لازم تجاوب الجواب الصحيح على الاقل يشغل ذهنك بشلن انك عليك ان تجيب الاجابة الصحيحة والموضوع مش بادي الرأي مش اللي بيخطر عبالك مش اللي بيجع بالك خطير والله اللي بيجع بالك والله لولا يوم القيامة وهذه كان يقولها عمر بن الخطاب وأستشعرها كثيرا يعني لولا يوم القيامة لرأيتم غير الذي ترون يعني لولا انه في يوم قيامة ولا الواحد بدي يسول بدي اياه الحياة مختلفة الحياة مختلفة وكلوها بيجع بالو شغلة بدي يسويها بعض الناس اللي بيمنعوا عن ان يفعل ما يريد خوف من الناس بعض الناس اللي بيمنعوا ان يفعل ما يشتهي وما يرغب وما يهوى القيود تبعة المجتمع انا ازعم انني لست من هؤلاء انا ازعم انني لست من هؤلاء وعندي هوا غلاب ولكن ربنا رحمني في صحبة نوعا ما صالحة في زوجة صالحة في ان شاء الله شيء من التذكر الآخرة تذكر ان هناك اله موجود ولا لولا هذا يوم قطع مختلف فلا تظن انه انت فلما تريد ان تذكر انا شخصيا يعني انا ادم وهذه قلتها لبعض المخالفين قلت له مشان الله احكي معي باللغة التي انا افهمها انا لا افهم لغة التخويف لا افهمها لا افهمها لا استوعبها يعني وتجعلني اداقر اكثر بطلع العقل الطفيلee زي ما بيقول انا العقل الطفيلي تبعي احنا اهل جبال اهل الطفيلة فبيطلع العقل الطفيلي تبع انه دقارة فيك فلا تخوفني تقول لي هذا القول وانت اذا قلته سنحذر منك بالله عليك اذا قلت كذا ستحذر مني حذر مني حذر مني انت ولي معاك هذا لا يخيفني انت اذا فعلت كذا سيحصل كذا وكذا طعم هذه موازنة اقنعني فيها حتى الموازنة هذه بدي اقتل عنها غلط اقنعني بالدليل البرهان او حتى بيين لي جهلي انا اتوقف ترى يعني بالمناسبة انا لسه من اناس تبعون اقنعني لازم تقنعني بكل شيء لا انا احترم جهلي برضو لانه في مساحات بعرف اني ممكن اكون جهل فيها فاذا بيينت لي جهلي اتوقف حتى اتعلم مش ضروري دائما يعني برضو احنا ما بدنا عقلية الانسان المكابر اللي بده كل شيء اقنعني يعني اشي يركب على هواي لا مش هيك اقنعني مش هذي اقنعني اللي بتكلم عنها اقنعني يعني هل عندك دليل على غير ما انا عليه انا عندي دليل على ما انا عليه هل هناك دليل يخالفه او تنقض الدليل اللي عندي فاذا نقضت الدليل عندي ولم يتبين لي شيء اخر قد اتوقف حتى اتبين حتى اسأل اهل العلم ما عندي مشكلة لكن تتصور انه مجرد الكلام العام انه هذا عالم امام كيف بتحكي عنه هيك عادي بحكي عنه هيك انه غلطان ولانه عقيدته تخالف في واحدة ثلاثة عادي يعني فايش التهويش هذا ما بيساعد يعني هذا احسن واحد هذا المقاوم للحكومات والانظمة طيب ماشي بس انا بحكي عن شيء منفك الجهة يعني شيء اخر تماما ما لعلاقة انا بحكي عن حكمه في مسألة احطيني هنا انت تتلقته الامة بالقبول وكذا هذا بذاته ليس دليل في دليل اقوم منه اللي هو كلام السلف اعطيني من هناك اعطيني من هناك انا بقبل ما عندي مشكلة يعني فتهويش والارهاب تبع انه اه يعني انت قصدك انه ابن باز غلطان انا ما قصدي انا قصدي هاي واحد انا ثلاثة عطين احكي لعا قصدي فانت دكتور ترهبني في ابن باز انه غلطان ولا مش ابن باز انه غلطان ما بيزبط معي ما بينفع معي ما بيشتغل معي ما بيركب معي ما بيركب على الالي يعني ما بتفلط يعني هذا ليس مكانه الدليل والبرهان انت يعني تخالف بعض الناس كانت سعملها معي مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر انه هو لما احكي بعض المسائل النفسية اخالف فيها الدكتور عبد الرحمن طب دكتور بيقول طب شو اساوياني ماذا هدئ لuous Addams ما صادق مني dinosaur لدي بعض الناس لافهم للامور إلا هكذا ولبعض الناس هو نفسه شيطان هو يريد من شياطين الانس هو يريد منك انك انت تطعم في عبدالرحمن ذاكر يعني هو بشوفني انا مخالف للدكتور في بعض المسائل فبطرح مسألة انه انا مخالف فيها والحق فيها كذا والقول الثاني لا والله ما هو قول وجيه ومش صحيح يعني ممكن اعلق على القول الثاني حتى وممكن اتمسخر على القول الثاني بشكل عام فهو بدياني اقول هذا عبدالرحمن ذاكر لا انا لا اقصد عبدالرحمن ذاكر وعبدالرحمن ذاكر احسن واحد بيحكي هذا القول وبعتبره قول معتبر عند عبد الرحمة ذاكر بس لحاله. شو بدك احسن من هنا. يعني بدك نوصل لهنا لان بعض الناس هو بده يريد يحطك في الزاوية. يلا يلا قول عن يلا قول عن فلان انه طبعا ما بحكي عن فلان. مش لاني خايف من فلان. والله لا يعنيني لا هو العشوة مثله. لان الحق يعنيني. اذا كان الحق مع فلان هو والحق مع الحق على رأسي من فوق فهو معي اهل وسهل. غير هيك ما يعني ما بيشتغني. ما بيركب. وهذا بالمناسبة وراحة نفسية عجيبة بالمناسبة. اللي هو انك تكون مع الحق. تدور مع الحق. على الاقل تحطه مع بأ. طبعا كل واحد فينا يدعي انه بتدور مع الحق. لكن انت لما تحط في بالك. انه انا وين كان الحق بروح. انا مش ملتزم. انا مش ملتزم بزاوية معينة. ولا بطاولة معينة. ولا بمكتب معين. ولا بغرفة معينة. انا الحق وين بيروح. انا بروح معه. وين بيدلني الدليل انا رايح معه. عند اذن ما رح تنزعج كثير لما تسمع نقد لشيخك. لانه انت ما عندك مشكلة. اذا كان حق هيك اخذته. اذا كان باطل هيك تركته. وبس. بتنزعج انسانيا لانك انت بني ادم ستنزعج انزعج الطبيعي. بس بالاخير. اللي احنا انا بسميها القلق القلق الفكري والقلق العقدي اللي بيحسب عند كثير من الناس. اللي هو بيتوتر توتر انه هسه احنا ضاعت الامة وراحل حقه. مش عارفين شو نسوي بدمعه تشعره. لا لا استنى شوية. انت بدك مع الحق صح? وما راح الحق بتروح. ولك في قصة سلمان بن فارس سلمان الفارسي رضي الله عنه. اه عبرة. سلمان الفارسي رضي الله عنه لف لف طويلة عريضة حتى وصل الى الحق. وما وما ضره ذلك بالعكس. كانت من قبل. انه راح من مكان الى مكان الى مكان. ما كانت كلها حق الاماكن اللي راح عليها لكن بنهاية وصل. لان هو داير وراء الحق. يدور مع الحق. بده يمشي وراء الحق. فراح اول مرة عند راهب عشان يعتبر عند طلع مش من اهل الحق. شو يسوي? يلطم? ينتحر? يقول خالص اكلنا هوا? لا. عادي يدور مع الحق والمراحل الحق. بسيطة الحياة. واحيانا قد يكون الناس من اهل الباطل يدلونك على الحق. او يكون انسان عنده اشياء حق واشياء باطل فدلك على شيء من الحق. وخالص بعدين انت اخذت الحق ويمشي. تسهل. توكل على الله. قد يكون اصلا من برك بهذا الشيخ. اللي دلك على الحق. انك تكمل الطريق. وتحط في ميزان احسناته. حق هو ما وصله. بس لانه دلك على الحق. يعني فلنفترض شيخ. دلك على طريق الحق. دلك على الكتاب والسنة. ولكن هو بيخبص في اشياء كثيرة. فانت لما تكمل في المنهج الحق. ان شاء الله اذا كان هو احسن النية. راح يوصل من الاجر في اشياء هو اصلا ما فعلها. وكان غلطان فيها هو. بس لانك انت اصبت فيها. بناء على المنهج اللي هو اعطاك اياه. ان شاء الله بيوصل حسنات. وان هذا الذي ارجوه عندما ادعو غيري الى الله سبحانه وتعالى. وحاول ان اكون داعية الى الله على بصيرة في هذا. ان اوصل الناس الى هذه المعاني. فحتى لو وصلوا الى اشياء من الحق لم اصلها ولم اعرفها ولم ادركها واخطأت بها ان يصليني شيء شيء من ذلك. اما ان اعلم الناس لعبودية الاشخاص والافراد هو هذا ما بيوصل لي ما بيعطيني اجر. تجارة خاسرة. احنا نشتغل تجارة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ان شاء الله. ان شاء الله يكون في هذا الخير والنفع والفائدة. واطلنا. مفروض كانت اقل من ساعة. صارت ساعة واربين دقيقة. لكن اللهم استعان. انا اعتقد انه هذا شيء مهم نستحضر. شيء مهم انه ما نغفل عنه. وانه ما يستزلنا الشيطان لمساحات. لانه من اسوأ المساحات التي يستزل الشيطان فيها بني ادم في عالم اليوم. الشعور بالمظلومية. لان الشعور بالمظلومية بيجعلك تظن من نفسك انك مستحق لاشياء انت غير مستحق لها. وانه بيطلع لك اشياء وانك يعني يجوز لك ان تفعل اشياء انت لا تستطيع ان تفعلها. تكون مثل بني مثل اليهود اللي شعروا بالمظلومية في اوروبا فراحوا اغتصبوا ارض فلسطين. مثل الجماعة الشذوذ الجنسي وكذا لما شعروا بنوع من المظلومية فاستغلوا هذه المظلومية ليطمسوا فطرة البشر في في الكرة الارضية كلها حاليا شغالين على هذا. مظلومية النساء اليوم اللي كل واحدة منهم بتشعر بما انها مظلومة بتقدر تخرج من دورها كام وكزوجة وخرب المجتمع من وراء هذا. دور المظلومية مش داما لطيف. بل الاصل فيه انه مش لطيف. لا تعيش دور المظلومية. الله عز وجل لما ظلم المسلمون في معركة احد من 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 المجرمين الذين اصابوهم بقرح وجرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادموه وقتلوا صحابته خاطبهم الله عز وجل انه ها قل هو من عندي انفسكم. اول شيء بتسوي بتحاسب نفسك. مش بتصير تحط الحق على الاخرين وتتعيش دور المظلوم انه احنا بتطلع عنا. لا لا تحاسب نفسك. هذا منهج اسلامي اصيل. انك تحاسب نفسك وتراجع نفسك. والحق بتتبع الحق زي ما هو. مش لانك مظلوم بيطلع لك اشياء ما بطلع لك اشياء اكسرا لانك مظلوم. لانك مظلوم. عندك واجب برضو عليك تسوي. بحسب. تدفع الظلم بحسب. تصبر بحسب. وهكذا. والله مستعان. هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وعلى اهله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.